أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية موقف دولة الكويت المبدئي الداعمة لعراق موحد باستقلاله وسيادته وأمنه واستقراره وأعرب المصدر عن تمنياته بأن لا يؤثر الاستفتاء الذي جرى مؤخرا في إقليم كردستان على الجهود الجبارة التي يقوم بها العراق في تحرير أراضيه من براثن الإرهاب وما يسمى بتنظيم داعش معربا عن قناعته بأن إدراك الأشقاء في بغداد وأربيل ووعيهم بضخامة التحديات التي يمر بها وطنهم والمنطقة كفيلة باحتواء ما قد ينجم عن هذا الاستفتاء من تداعيات سلبية في إطار الدستور ووحدة العراق متمنيا أن يبقى العراق الشقيق حرا وآمنا ومستقرا وموحدا